مساء الخير جميعاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم فاطمة معروف من كندا أنا غنقدم نفسي للناس لأنني بغيت الفيديو يشوفو حتى الناس اللي في المغرب نشغل جالية المغربية في كندا وبالعالم بل أيضاً نسلي في المغرب فاطمة معروف أنا محللة معترفة بها في كندا وفاعلة جمعوية في الجمعيات الكندية وفاعلة سياسية منخرطة في الأحزاب الكندية وأشتغل بالحكومة في كندا أما الأعمال اللي عندي مثل المهرجان أو المدرسة أو المخيم أو غيرها فهي أعمال جانبية وليست أعمالي يعني القار العمل ديالي هو مع الحكومة بكندا دونك اليوم ما جيت باش غدا نعطيكم الملخ خاص للناس اللي ما كانوش كيتابعوا القصة ديالي مع الدبلوماسية المغربية ووزارة الجالية والخارجية بالمغرب غن أعطيكم واحد الملخ خاص واحد من نظرة موجزة على شنو كانوكا نقاع من الفين وسبعتاش حتى الدابا ونوريكم في نوصل الملف اللي راح وصلت حتى القصر الملاكي دونك في الريباط نوريكم قاع نعطيكم نوبدا على كل شي دونك الأول الإيديسيون دي فرسيفال ماروكين دولعفال كانت في دوميل ديسات الفين وسبعتاش كانت الدورة الأولى المهرج المغربي وكانت بشاركة مع المغرب عن طريق دار المغرب عفوا دار الدعارة المهم كانت شاركة معهم وهما ما احترموش الشاركة اللي كانت معهم وفي نفس الوقت الدبلوماسية المغربية كنت أنا هادشي كتشفته من بعد أنني كنت أول عمل يقام في كندا خارج سيطرة ديال الدبلوماسية المغربية لأن أي عمل أو أي نشاط كيقوموا به هناك تكون هي الاستفارة المغربية والسلطات المغربية وراءه أنا كنت بوحدي أنا حيث كنت أشتغل منذ 15 سنوانا مع الجمعيات الكبرى العالمية ديالكندا كنت أشتغل معهم وبعد اكتساب الخبرة قلت عليش لا نديرش المغرب أنا عندي خدمتي ولكن عندي أوقات الفراغ كان بغي نعمرها قلت ندير فيستيفال ندير أنا عندي عندي اتصالاتي عندي كان عرف الناس هناك دونك نديروا غايكون فاتحة خير على الجالية وكنت أنا اللي كان مولتها من العمل ديالي ماشي المغرب اللي مولتها الفستيفال أنا اللي مهم أنا اللي مولته كانت الشاركة ومعطوش المستحقات ديال المهرجان وكانت أعمال الشغب لا شفتو هذا عبر جميع القنوات الكندية والكيبيكية وهذيك الأعمال الشغب شكون كانوا لها كانت من تأليف الدبلوماسية المغربية من إخراج واحد السيد واحد القراء اللي سميتوا الناس كي سميه الجالية شمسمينه كونان شمسمينه مول كوكايين كل واحد شمسمينه دونك هذيك هذي الناس هم اللي قاموا بذيك الأعمال للشغب اللي أنا اكتشفتها من بعدها اكتشفت شنو شكون وراء ذلك وباعترافات ديالهم مسجالة ديالهم دونك هم اللي كانوا يعني عامل دونك دو قداش كتحضر فيه كتحضر فيه الماء كتحضر فيه العمدات المدينة للمنتخابون للوزراء كي حضروا فيه و باسم المغرب و كتجي علاش حيث أنا مشي تحت جناح ديالهم أنا مستقلة ديال ديال راسي ما 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 كي ديرو كي جيوا تايه هم ايس او كي كخاي هم اللي كي ينشئوا هذيك الجمعيات و كيسميهم جمعيات مغربية كنادية بشي يقولك رحناك نخدموها مع الكنديين هم ركي خدموها مع المغاربة و هم اللي انشئوا هذيك الجمعيات أما أنا بجي درت الفستيفال و درت أشياء أخرى هذا المخيام و غيرها درتهم هنا اللي لها نسوا مع التطريق بالضرائب و كنت طالب أنا كنت غنضير لديك لغاستيوا ديررفي بالضرائب كنت قلبو الأوراق كنت طلبو الأوراق قلبو الضار المغريب فنقولنا عطوني الأوراق حنا هنا في هذا البلد ديال القانون كل شي كي يبشي بالأوراق عطينا الوراق ديال مسميت و دك الشي ديالكم المستحقق عطوني الوراق باش نقدمهم للحكمة الكندية و الكبكية لا تصل بشيء لا تصل بشيء مطلب لا تصل بشفاهية وكتابية لا تستطيع الرد يمكنني أن أقول ما هذا الشيء واقع بدأت أبحث عن هذه الناس كيف هذا الشيء لهم أنا درس معهم مشاركة في الأخير ما هذا الشيء؟ بدأت أن أقلب بحكم أنني في الميدان السياسي الكندي كان أعرف بزاف أن أقلب على شيء واحد كان نجبدو نجبدو له كان على تاريخه ونجبدو له كان أقلب على مجموعة من الجمعيات كان أقلب على مجموعة من ديال حتى الشركات كان هناك شركة وهمية كان هناك جمعيات وهمية التي حتى غير مسجلة في كندا ليست لديها أرقام مسجلة وليست مسجلة في الضرائب الكندية لذلك كنت أكتبت الرسالة الأولى قلت لا تريد أن تفاهموا لا تريد أن تفاهموا بلتي هي أحسن كنت أكتبت الرسالة كنت أكتشفت ذلك الشيء جاءت شوكة يعني تصدمت من ذلك الشيء الذي أكتشفت من غير من الحالة هي التي دفعتني تقول أن أتقلب على ذلك الشيء ما يفعلون هنا في كندا لذلك بدأت أن أكتشف أكتشف لأنني أضربني البرد كنت في ججبل السمانة التي فاتت أكتشفت بزاف الحويج و أكتب رسالة كنت أكتب رسالة الوزير الجالية و الوزير الخارجية و طالبتهم بالتحقيق في هذا الشيء اللي أنا أكتشفت و طالبتهم أكتشفت بزاف الحويج على صعيد دار المغرب الأنشطة اللي كتكذب و كتقول ها تنذير و ها تنذير و ها تنذير و يا ما هذا الشيء ليس على أرض الواقع لأن أنا وخما كنحضرش في الأنشطة المغربية عندي الناس ديالي اللي العيون ديالي كنا في كل مكان كنعرف كل واحد الشيء يدير دونك عندي الناس ديالي اللي كيجبوا ليت أنا الأخبار أي حاجة و قعدت را كتكون في خباري و كان قاعدة اللي كعيط لي ما كان أنا متنقول له تشي حاجة كيجب لي الأخبار دونك كتبت دكشي صفتو أرسلت الرسالة للوزير الجالية و الوزير الخارجية و بعدها لم يكتمل الشهر و جاءت لجنة عيطوا لي في التليفون من المغرب كان رمضان رمضان 2018 رمضان 2018 رمضان 2018 عيطوا لي في التليفون و لقد فعلت بني البرد و لكن ما قادرت بغيت اليوم و أخخ داموا اسميتو قلت اليوم سوف نخرج و نهتر لرمضان 2018 جاءت لجنة مكونة من شخصين من المغرب يتحبوا باسم وزارة الجالية اقوموا بإسم وقالت لهم هكا قلت لهم انا خدمت مع الكنديين وخدمت لي هناك وللقيت شيئا ما هي هي ونعلم بها ولم تدرت شيئا انا سنقوم بإجراءات هناك قلت لهم انا لا سنقوم بها وقلت لهم انا لا سنقوم بها وهي تبدأ تهديدات سواء من المغرب او من كندا بدأت تتطلع تتطلع التهديدات توصلت تقريبا بالقتل وتهديد بالقاتل عندي لدي المتقدم لهذا كان يوجد كتب وكتابة لدي المتقدم لدي المتقدم لدي أردات دراسة عندي تهديدان كتابة عن طريق المتقدم أو يتحدث الانس في المحكامة من الأجل المتقدم الذى سوف يشهدون هم سوف يتحدث لذلك يجب أن تهديد القتل وبدأوا في العرض ومع ذلك ومع ذلك في المغاربة ومع ذلك ومع ذلك الخلية إرهابية كوناتها السفيرة المغربية العاهرة ومع ذلك ومع ذلك الخلية الإرهابية التي تهدد بها أي شخص يقول لهم لدينا الفساد لا نريد الفساد ومع ذلك 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 لم يكن لدينا جيدة لأننا نريد مغربية التي ستكون في المشكلة ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك جاءوا تصلوا بي أبري بالتليفون في 2018 كنت قد ندير للا دوزيام ايديسيون وفي نفس الوقت في هذيك 2018 ماما تحت مريضة الله يرحمها ماما تحت مريضة كومة في سميتو بين الحياة والموت كنت قد ندير للا دوزيام ايديسيون وهدرت معي السفارة قلت ندخل ونقادل لأن صيفة الشيكايات لكل شيء لصيفة الشيكايات لأنك تحترم بصيفتها الجميع الفرقة لهم لذلك تصلوا بي قلت لك أن نقادل هذا في 2010 ونقادل معك وندخل معك قلت لهم مرحبا لبغيت تقددك شيء ولكن أنا أنا من صيفة الشيكاية طلبت لجنة اللي غدا تقول لنا هاد الفلوس اللي كيجيو من المغرب فين كيمشي ولمن كيمشي وعليش كيمشي هادي هي اللي قلت لهم أنا قلت لهم أنا آه ناخد المستحقات ديالي ما غلن ناخدهمش بشورات ديال أنني نسكت ولا نصدعيني على كوكسسوا ما غادي تديروا لجنة كما كدار في جميع الدول التي تحترموا نفسها لجنة للتقصي ونكون فيها آنانية لأن أنا رغن فليليكم كل شيء بلتاليهم بحلقة قلت لهم ما دخلوني غير أنا لعطيوني ذلك الوراق واجي تشوفوا شنو غا نجبدليكم منهم ولكن هم العصابة هم اللي جايين للجنة والكشرة هم العصابة الكبيرة اللي جايين من المغرب حيث أنا عندي عندي هذا عندي الماجستير في الاقتصاد في دراسة هذا الماركتينج في الدراسات العليا في الاقتصاد عندما يعني ستعرفهم منهم هذا الشيء من المشاة هادية ومن المشاة هادية وان بلوس كان نعمل في الخدمة ديالي كان نشدوا البودجية ديال الحكومة كان نشدوا البودجية وكان نقشو بسميته كل شيء بحدتها كان نشد كل دولار كان نقشو وكان نشدوا وكيفا نشدوا كل دتا وكان نشوفوا الفاكتور ونقلبوهم ومهموما إلى ذلك يعني أنا ملفة بهذا الشي ملفة بهذا الشي الخدمة اللي كلها فيها هاتش فيها الاناليز وفيها التوسكية بوجي دونك لهذا الشي ملي بدأ التهديد كيكتر وكيكبرو ذك الشي سميته في 2018 قل لك أجين هذا سميته ذك الشي سافير غادن لكتلوهم أنا تكون اللجنة ذك الشي اللي أنا كاتبة في الشيكاية وعندي ربقين عندي الكوبي ديالقا الشيكاية اللي سافت تكون اللجنة نشوفوا شكل كي ياخد الفلوس وش حل كتجي الفلوس ولا بغينا احنا نشو نعرفوا ش حل رغم بشيو للغوورنون من ديالقا ونجبدليكم كل شي ما غنحتاجوش احنا بغينا بغينا نديرو دك الشي بيناتنا مغاربة لا بغيتو ندخلو الكندين ندخلو ونجبدو كل شي كل ريال مين كيجيو فين كيبشي وديك الأبناء المغربية وديك شي كامل نجبدوه لكم نجبدو لكم كل شي دعا عزي لذلك بدأ قللك بحل بغوي اي شي نخسروها فلوسها اي شي بدأ كيقول لي هذك الرحموني عرت اشبه الرجال واحقر ما انجبت النساء هذك الوزير المنتدد دار معايا اولا قالوا معايا نطلق بكى هنا من فصل الميروين كernen 17 eines قللfully أنظر لكم فيتراج مرام بنvia Garridham الو pubelec انظر لكم شاهد مني وشاهد مني البداء في اليوم الجمبي قللي اللي نطلقه في واحد لوتال طوالي قلت له هلنطلق بكى هذا مني يقصر عرتدة her اضم مع مدير ديال دار المغريب را تخرج في فيديو وشرحت للناس ما غاداش نعاود نقال نعاود في هذك الشي انا غادا غادا قتل هادا لا قلل الاحتيرام ديالو را غادا غادا نهبط لي سنان وكلو من حسبو ملي وانا عندي عندي سنت يغنواء عندي الحزام الاسود في التيكواندو غادا غاد يقلل الاحتيرام ديالو نعا يطلق يلبولي ستشيلي غادا هكوا بهذا الفكرة وانا غادا نقش معه وانا احترم لي سنانا قدامه اذا جاب الله هذك البلاسة في ندير كانوا فيها لتخبار او لا نعرف شنو ذاك شي كان فيها للكونستروكسون اذا صدقنا مشنا الان نضغوى نيت ببليق التياسي دربي ايجات من عند الله اذا سيد بدأت يهدر معايا شيه دراماشي هي هادك والتي قولي ياتي شيه دراماشي هادك ووزير منتذاب ووزير وشنوه اه الهدرة ديالهم اشان قلكم الشي بحال ذاك شنقضي للسواق سي كمسا انو اوكا نيفو لا في الكولتور لا في التقافة ولا في المعاملة ولا في التواصل افتشي حاجة والو والو كي سفطنن الحمير والبيغال أولا سي يفطنن الكنادا كديبلوماسيين لا يوجد كفاءة لا يوجد كفاءة انا مريضة اوخا مريضة خدمت و جئت و قلت والله سوف نخرج في هذا الفيديو اليوم سوف نفرقها لكم و هذا السيد بدأت اهوه بدك يهدد فيها تقول لي في الأول قال لي غير ديري من عندك خسري من عندك انا قلت ما كين مشكل عندي الفلوس انا غدا نقادد هادي ونصوب هادي مهم راك عارفين ان غير فستيفال راكي ياخد بزاف ديال الفلوس ديال اجيب هادي ديال لوجيستيك اللي خاصة دفعت داك شي من جيبي هو في البقية كان دفعت كان دفعت ان اقول لهم ما الفلوس تشاركة ديالكم ما جاتش بقات يقول لي غير ديري من عندك هالوشك جاي غدها بعد غدها 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 السمينة الجايات دان دو سمينة تال وقت مشوف الاخر ويقول لي يا سافي بحلقة موب بغمو قال لي يا غد لي موغاجي بقى كانت تذكرها كمسا وانا نظر فيه قتلي شنو ستحب لكم حيث انا مره غادي تحموا عليا كولكم الرجالة وسميتو تحموا عليا كاملين قتلي هرام راب بالفراجل والله تنوقفكم كاملين بدك يدت فيه في الولب ولداتي انا ولداتي ولداتي كنديين وعندهم الجنسية الكندية وعندهم الجنسية الامريكية وزوجي السابق طليقي امريكي ويشتغل في الجيش الامريكي ووالدي سبارك الله راه كبر دابا عنده سيزان عنده استشار سانه مرات خلف طيران الحربي ديال الجيش الكندي وعاد انا بلا هذا انا بوحدي رجيش انا بوحدي جيش انا بوحدي جيش انخرج فيكم كاملين والله ما نخلي فيكم شي واحد وعزة الله على هذا الشيء اللي سنقول لكم دابا بدك يهددني قال لي وزارة الجاليات متابعك قضائيا قلت لي عليش متابعاني قضائيا انا يا سيرة ديالي لمع الكنديين ولمع جميع كنت في الامريكان سيرة ديالي لمع الامريكان وانا في كندا هاكا ما كيش محسل منها عليش قد تابعوني بدك يتفتف قال لك انتي متابعة من طرف وزارة الجالية وممنوعة من دخول الحدود المغربية وانا في هذه السعام التي تقول لي ممنوعة من دخول الحدود الكندية انا كنت تنغير اسميتو بغا نمشي المغرب حيث ماما ولا تكون ماما وبدك يهددني كيهددني انا ازدي التليفون وقدرت معا بابا تقول لي واش انا ربغيت نجيل المغرب ولكن راها قالوا لي راها لا يستطيع انا اللعقة بتطبwer فالدخول الحدود المغربية الفيديو وانا Virtan 25 Nation متابعة للاحظر ب وقالوا بابا ستبشر ترى ماذا كائن لماذا اهلا متابعة ولماذا منه دخول الحدود المغربية لماذا قدرت المغرب المغرب كانت اي حاجة تكون دولية فطمع معروف يلو ولكتكتب رسالة للأمم المتحدة للمتظامات الدولية وكندفع للمغرب كندفع للمغربية كندفع للمغربة كندفع للمالك المغرب وراه كل شي راه شايفين وراه صيف تفضس للمالك اي حاجة كتكون بالاسم ديال البلادي ما كان ناخد تريال من المغرب عمرني ما اخديت تريال انا كنصرف على الأنشيطة اللي كان ديرها مغربية والأنشيطة درتها في الأول درت المدراسة على قبل وليداتي درت المخيم على قبل وليداتي اللي بغيتم يكونوا في جو انا المهم درتها من دافع شخصي ولكن في الاخر كانت مفتوحة لجميع المغاربة وحتى الجالية الأخرى وحتى الكنديين لذلك الوالد يقول يبقى يا بنتي بوليداتك يبقى في كندا يبقى معنا نشوفك لايف في الواتساب نشوفك لايف في الواتساب لا اخوتك لا نستطيع المستشفى ماما ونقلبه على هذا الشيخ ونصبره واحد شوية حتى نمشي نسهول ونصبره واحد شوية ايواما ماتت انا لم يتشفت ماما وهذه الحرقة ها هي وعزة الله لانسيتها لكم والله تنخرجكم واحد بواحد واحد بواحد انا كنت باكنش باقى نخرج من تحال هذه لان كنت اعيش الحزن ديال الموت ديال الام ديالي وابخي خمسة شهور ابخي مات الوالد ديالي وكنت باقى نبقى غتيغي غير مع الخدمة ديالي غير مع الاسرة ديالي وغير مع ولداتي حتى نبرد ولكن ما بردش اليوم انا شدتني واحد الحرقة ما بردش والله لحد الان وعزة الله اذا لمشتكم كتتحاسبوا وكتتحاكموا يتنردها لكم قضية دولية وعزة الله وانا قسمت بها على القبر ديال ماما لان اخبركم انا منوعة من دخول الحدود المغربية فاطمة معروف فاطمة معروف فاطمة معروف رملكة ادخل اي اجتماع كنديين تيتيغوا لي يشابوا ويعرفوا ما يكون معاهم وما يكون اللي يهدر معاهم اشباه عرت اشباه الرجال واحقر ما انجبت النساء مالقيتوش كيفش الدزولية لا اخلاقيا ولا السرقة مالقيتوش حاجة من الدزولية مالقيتوش مالا انا مالك لكم الراس اخرجتوش كل حوالين والله انا جايب شوي بشوي لان من ازاا افان اتعا اتصا انا غير مرخاص لا حدا اترا فيها كتير من 3 سنين ما غانا اتصا اكثر اغلقى الوقف الاغرون الاغرون ما غاندخوش في التفاصيل لا دياله دار الدعارة دار مغرعب لا ديال ما غندخوش في التفاصيل لانا فايت ديرا فيديوهات قلت لهم يشدوني في الحدود لا يشدوني بقيت كان بكيه يزيد ولداتي جمعت صوانطي وانا نزيد المغرب اهبط المغرب وقلت لهم منين كتوصل للموت اهبط ديك ساعة وانا كنتظر تنقل في الحدود غدينش احد انا في الحدود من كانت دخول المغرب وانا يستقبلوني مرحبا بلالا كل شيء يقول لي مرحبا بلالا انني ادخل الحدود المغربية مرحبا بلالا فاطمة معروف كل شيء في مكانة بطل المغرب ونفس الجملة ومنين دخلت فاش ماتت ماما نفس الجملة سنقول فين هاد الحدود المسدودة انا مشيت عيني يا عميان قلت لي ليها لها حدود مسدودة علي ولا غيش ادوني ولا شنو انا ماتت انا ماتت اكثر من الموت وحدي اشدتني في الحبس ونحضيت ولي داتي ونحضيت انا ماتت اخذوا لماذا انا لم احضر معي ها احد ماذا يقول لدي حد احدود كانوا في المستشفى لم أعرفوا كيف يدعوني أنا الذي أريد أن أدعيهم ليس هم الذين يدعوني وأنا الذي سوف أدعيكم ونخرجكم من عين البراء حسنا لذلك كنت في فيديو معكم من المغرب و لم أتحدث في هذا الشيء و لم أتحدث مع بابا أعودت لي ذلك الشيطرالية وعودت الأسرة في المغرب لأن أنا قد أتحدث لا أقوم بها و لم أتحدث معه لا أستطيع أن أتحدث لا أردت شيئا و لم أتحدث شيئا و لم أكن أتحدث هذا كان لدي الوليد و أنا صاحبة مع الوليد والي كانت صاحبة كانت أخرجة و أدعيوا أن يدعوه هذه صاحبة باباها من شكايا يجب أن تكتب هذه الشكاية كنت قمت بها معي في المغرب قمت بها بنتي وصلت لك القصر الملكي حيث بابا كان يعمل في القصر الملكي في فرنسا في باريس قال لي بنتي ارى المالك ستوصلوا هذا الشيء والله ما يسكت قلت له اخوي قلت له انا سأسمع حضرتك لان انا كنت كنت في واحد اللي طماشي هو هذا في الديو والبكاء والموت وموهما كنت اخدمه ذلك الساعة سمعت الحضرة للبابا ومشينا للقصر الملكي حطينا الشيكاية عاوت لهم هذا الشيلي كاين عاوت لهم اوسي كتبت ذلك الشي كتابي وعاوته احتشافه ويباش استقبلوني استقبلوني حيث ما كنت شغل برحدي عاوت ليهم حتى على السافيرة شنو كذير هنا قاعدك شلي كذير وانا غنجي غنقول لكم نبدا على هذه السافيرة هذه العاهرة شنو كذير في كندا السافيرة وعلى الرحبوني وعلى جعفر الضباغ هادو كلهم عرّة اشبه الرجال احقر ما انجبت من النساء واللي بغيتو هادو رمشي رجالة حطينا الشيكاية في القصر الملكي قالوا لي غادي المالك يتصل باش المالك يستقبل لك شخصيا لانا بقيت معاهم عاوت لهم قاعدك الشيكاية عاوتوا لي تهم شي تفاصيل بزاف قاوتي عاوتوا لي بزاف الأشياء الفرحة اللي عارفتها على الدبلوماسي وعلى الناس اللي خدامين هنا عدنا لكيسفتهم عدنا الحمير والبيغة اللي كيسفتهم هنا خليت اسمه قلوا لي رمالك غادي استقبلك شخصيا انا كنت مستشارة اخدامه هنا في مستشارة الحكومة كانت عندي عدة تاريخ ديالي كل شي كيعرفني الكندين كيعرفوني انا من خريطة في الأحزاب السياسية ونجي لكم على حتى تقدمت الانتخابات الفيدرالية الكندية هذه لا تنسى لكي سفيرة المغرب انتي والقرع كونان سوف نخرجكم من عيل الليبرا لذلك تقدمت الانتخابات الفيدرالية الكندية مع الحزب الليبيرالي هم جابوه شيعي لبناني جابوه في نفس السيخ خبسة التي انا تقدمت فيها ساليوناغ ساميشال وبدأوا يدرون لي الحرب الشراء اي حاجة خرجتوها وكتبتوها أحمد لله ندرون لها سكرينشاوت وندر لكم ميلف وكل واحد دير لي الميلف دياله كل واحد دير لي الميلف دياله وليس غير اهلا اللي ندير هاتش كان الناس اخرين تاهم اللي يديرون لكم هاتش حيث انا ما عديش الوقت انا كنخدم مني كيكون عدي الوقت كنشدكم هادو كلي انا يحط عليهم العين اي حاجة حطيتوها ركت تحط لكم في الميلف ديالكم وهذا كالحمق ديال كونان اللي خصو عائلة عندو شي عائلة يديه الشي ماريد شي شي طبيب نفسي عالجو راه لا ما حطيتوه شي طبيب نفسي راهدي بشي بلاغو تخيط في عوكشة ديال كندا لان وراء معتارف على راسو معتارف التلفون على راسو خضاء 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 رشوة اللي بنو بها دار المغرب وعاد غنجو لكم والله تنطلعوا لكم نجبدو لكم الماضي والحاضر ونعود لكم المستقبل ونوريكم مني لانا اعز فاشكنت في الحرقة ديالي ديال ماما بريدة وتجي وديروا لي المشاكل وتقالوا لي انا ما ندخلش للحدود المغربية وداعيني وا 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 عبل اللتي راسحب لكم نسيتي حاجة رتا واحد ما نسيتو اي واحد معاكم فذيك العصابة اي واحد تخرجي كومنتي ويقول هذو الكلاب اللي قد سفتو هم را كيتشجلوا كيتشجل اسميات ومو كيتشجلوا شكونه هما انا انا جيتاني الهنا الكندا قللي بابا عودي ابنتي سفتيه عودي سفتي هذك سفتيه من كندا ربما رانساول شي حاجة عوديتاني سفته خضيت الروسي بانا المالك ديال المغرب المملكة المغربية راح توصل بالدوسيق بالملف من باق انا قنت سنق لها المقابلة اللي واعدون بها شخصية مع المالك المغرب باش يتسمطوا ويشوفوا مهم يشوفوا هاد امور كان تفاجأ كان المهرج المغربي وكانت عشر ايام قبل المهرج المغربي انا كان تفاجأ بالدعوة ديال القصر المالكي لحضور عيد العرش انا عمرني ما طلبت امشي لعيد العرش انا عندي الفستيفال والفستيفال انا مشي سمعت لعلى الناس قبل مني يومين لذلك عيد العاش وانا داروا ليا ذاك شيء البرسونال سيفتوه لي بوحدتي 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 وما كلهم وما كلهم سيفتوه لي بوحدتي ونفتح قوس شكرا للناس كاملين اللسان دوني في المهرج المغربي لعلى المستوى المنتخبين في مدينة لافان لعلى المستوى حتد الحكومة بعض الوزراء الحكومة شكرا للناس لذلك الجمعيات المغربة لان المغرب السفيرات المغرب سيفتوه لي قبل من المهرجان بربع أيام سيفتوه لي بوحدة ما معامل تصفت لك المساج وحدة نقافة مع احترامي ولكن نقافة لن تصفت على وحدة نقش مع ماجستير ودراسات عليا واسمته كل واحد لكل مقام مهم تصفت عليها تقول السفيرة ستتعرض عليها المهرج لها هذا النهر لها الحطة الرجل عندي هنا هي وطلبتك تزاوغ وعزة اللعفة و أحق لي ذاتي تقول لي غر نساء ذلك الشي اللي فات وغاسمته وراء هي بغا تجي عندك لها ما تجي عدد لها ما تجي عدد و هم يدروا الحصار كنت عارفة حين أدروا الحصار كنت أعرف موجود كانت الكثير من المغنيين والفنانين المغاربة والسندو فاطمة معرفة لا يوجد المهرجان المغاربة لأن هذه المهرجان لا أمسالي لها أصلا أنا أمسالي لها أصلا لا أمسالي لها أصلا أنا غير أصبحت فكرة طن كنمشي نديرها أنا كمسا جنبا لغوتين كنمشي ندير نشاطه ندير هذه وهاكا كوانا غادر لا أمسالي فكرة لأن الأفكاء الكثير من الحويج أخفوك تروني أنه كان يمشي من هادي إلى هادي وعندما أسميته لأنه كثير من الأحداث وهم يديروا الحصار أنا كنت دير الحتيات لأنه لم يكن مغنيين كثيرا فرعا نصلي جاء أخرين في ليلةها قالوا لي نحن لم يأتي لأنه اتصلت بهم السفير وقالت لهم لا تأتي فاطمة معرفة ولم يأتي وأنا كنت دير الحتيات سأتصل لهم ربطت خوش في كنتي غريبت خوش بالحصابة ولم يأتي لأن الله معرفة ولم يؤدي ينصب ونعطنوا الحصار ونخذوا منهم المصري يقفون عالمي لا نخذر في كندا ونخذنا ونخذوا منهم الدبلوماسية أعتقد أشباه الرجال وأحقر ما أعدوا نجابت نريكم ديبلوماسي كديرا. نقريكم ذلك اللي ما قرركم ونمش لكم المغرب وغنصيحتكم المغرب مهم داروا الحصار وما جاوش ركشتو كان شوية كان ديروا مغنيك باش كان الوقت هذو كانوا مغنيين اخرين في البروغرام. مجاوش ذلك ليش كنا كنا نبقوا نتناه وكان قاعد اللي ما قليش أنا ما جايش قانا كنتناه وما جايش واخدال عربون وما جايش باش تشوفوا داروا لي الحصار على جميع المستويات وكايد ضربوا انا واقفة وكنزيد انا واقفة وكنزيد القدام وماكنزيش القدام بيهم كنزيد القدام حيث عندي العلاقات ديالي مع الكنديين وعندي تاريخ ديالي اكثر من عشرين سانة في كندا مشي عاد جيد البارح الكندا اوكي باش من مشيوش الاسميتو انا مشيت العيد العرش وكنت فخورة جدا بلقاء مالك المغرب محمد السادس كنت فخورة جدا انني لقيتو لان اطلقت به وسلمت عليه وقدرت معاه كنت فرحانة بزاف لان انا من المعجابين ديال الحسن الثاني انا من الجيل الدهابي الجيل اواخر السبعينات وبداية التمالينات اللي تربينا على الخطابات ديال مالك الحسن الثاني رغم ما تقولون عنه رغم سنوات الرصاص بالنسبة الي هو اسطورة الملوك ورؤساء الدول لانه كان يركع رؤساء الدول والحكومات الكبار في العالم والخطابات دياله باقي لحد الان انا مرة مرة نسمع لان انا في السياسة نسمع الكنديين نسمع كل شيء هذا الحسن الثاني انا تربينا على العبقرية ديال الحسن الثاني وعلى كيفاش يخاطب وكيفاش السياسة دائرة انا بنت الضومين انا كبرت في الاحزاب السياسية الكنداة انا ما تجيش تدير معي تقولي ويقعنا من هنا ومشينا من هنا وخرجنا من هنا انا رأي نشدك هاكا اللعب انا ملوحك انا كبرت مع العبقرية الحسن الثاني الله يرحمه فهذا النهار انا كبرت مع الحزاب الكنداية ازايد شوية ديال المريكان يعني جامعة كل شي استعمالها تجيبوا نحنا ذوكا الحمير والبيغالي تبرضو علينا هنالا لا عندكم شي خيال تلقوهم ديالهم و لغنصفتهم لكم مهم انا كنت فخورة بعيد العاش وتلاقيت بالمالك وبقد كانت النام لانا جاءت كورونا حيث الشيكاية كانت في 2019 في صيف 2019 وفي صيف نفس اسميته عرض علي المالك جاءتني الدعوة دي القصر الملكي عبر مؤسسة الحسن الثاني ومشيت فرحانة ووخا دوس الفستيبال وتم ارى وعيانة مشيت على راسي وعينيه يعني هزيت بالمرأة المغربية لا على المستوى التقافي ولا على المستوى التقليدي ولا اللباس المغريبي على جميع المستويات حدابين انا ارجع لكم على شكون هاد خيتي هاد السفيرة المغريب توريا العتماني شكونها هي وش كانت كذير انا رأى جايبة الخبار ديالك من اوروبا جبت لك لابغيت هادك الحوج ديالك نقول لك جايبها لك كل شي لانا طالع ليا دم منهم اللي كان هادر على لها علش انا ما خرجت من اشحالها دي كنت باغا نعيش الحزن ديالي ديال الوفاة ديال الاب ديالي والام ديالي وايضا لانا هاد الموضوع كي عصبني انا بطبعي انا انسانة كنضحك انا عزيزة لي الضحك هاد الموضوع كي عصبني وانا مكان بيش نتعصب هاد الموضوع كي عصبني لانا باقي ما اخدتش حقي نهارا مني غان برد حتى ان اخد حقي كل منهم واحد واحد انا غان بذلكم نقول لكم شكون هاد العاهرة ديال توريا العتماني توريا العتماني سفتوها لنا في اللول كانت اسميتو كانت كونسولا ديال المغريب في مونتريال هاد السيدا جات هاد السيدا شنون مستوى الدراسي ديالها هاد السيدا لا عندشت البكالوريا هاد اخبار جبتها من مرباط من جبتها من منقع الخابية هاد السيدا ما عندشت البكالوريا يك مقارياش مقارياش جاب واحد طوالين هنا شنا هي المؤهلة ديالها هي السرقة وتهريب الاموال شنو يمكن كيدير لي هما تقول هاد السيدا لي بخضون لانا انا مريضة ولكن بغيت نهضر هاد السيدا لي بخضون لانا اخبار جاب هاد السيدا لي بخضون لانا اخبار جاب ديال المعادلة هنا في كندا شنو غيعته وغيعته åبتدائي أين هذه المرأة ديالها كيف يحدروا يحصل منها الولادي صغار عنده اولدي أفتدائي كيف يحدروا يحصل منها دونسيدا ما عندشت لمؤهلات لحياة ما عندهاش.. ما كتعرفش البروتوكول الدبلوماسي ما قارنش من قارينه مش التبروتوكول رجتهها كيفاش تهضرو وكيفاش تخرج وشنو كتدير ما عندهاش لا لباس للبروتوكول لا هدرا كيكتبو لها هذا كنت أعترف عليها هو هو الوزير المنتبي هو قال الكرائية كيكتبو لها هو قالة كيف تكتبوا ليها يجب أن تقرأ فيه يجب أن تقرأ فيه أكثر من 90% في كندا اللغة الرسمية الأولى هي الإنجليزية والثانية هي الفرنسية يعني لما تقرأ في حالاتك السيدة كيف تقرأ في الدبلوماسية وكيف تقرأ في المغربين تقرأ في اللغة البلاد سوف نقرأ في المستشفى السيدة كان أخذ عندما نتكر اسمه كان خارج فيها لأن السيدة جاءت وقالت لكي تبقى تشفر وتبقى تشفر وتريب وتشفر وتهرب الأموال سوف نقرأ الفتنة في الجالية لكي نحارب مع هذا كل شيء يبقى محارب وأنا نشفر على خاطري هذه هي أنا كمحلة لكي نشوفها وقالت القرعم والكوكايين القرعم والكوكايين لا تجابته لأنها مقارية تقلب على شيء واحد مقارية أصبح يغزي وقالت لكي نسفر وقالت لكي نحن وقالت لكي نحن سوف يكون يمتلك تقلب على الحكوم وقالت لكي نسفر وقالت لكي نسفر وقالت لكي نسفر وانتي لما قاريا شوفي لك بعد عشي حد حصل منك يطلعك في المستوى جيبا لنا واحد تاجر مخدرات ما كي عرفتا هو بحاله بحاله لا اقول لها بروتوكول لا والو هذو كل ما عشنوها اشتي قولوا ليهم باستراح سراح اللي عندنا احنا في المغرب كنقولوا ليهم استراح ما كي عرفوا والو جايين عاطنا البونات والشفرة البونات والشفرة هات السيدة حطت هذا وحطته مقابل واحد الانتلكتوية اللي عندنا هنا يا الاخ اللي راح مرعيد بدك يتحارب معاه بشوح تقدر مشوح تل كانوا غايت ضربوا بالقرطاص بشو المحكامة والاخ الانتلكتوية راح ربحوا ربح ربح تاجر المخدرات انا لمشيت لي داب المحكامة ما راح ماشي غير انا بزاف ديال المغاربة بغينش يهدو فيه بزاف من غيري انا حيث من لي نسميته وقدير الحرب كل شي دار ليه الحرب اللي دار شي حاجة كيخربه لي بشي خرب المهرجان والديبلوماسية اللي دار شي حاجة خارجة عليهم كيبش يخربوها بشي بقى عادوك ديالهم اللي كينين في الساحق ودشي راضي ضد القانون الكندي وهذا يسمى بالارهاب في القانون الدولي أبغيتونا نوقفوكم علي محكمة العدل الدولي نوقفوكم عليها والله أنا راحال فعلا القبر ديال ماما إلا المالك مخدش لي يحق منكم وحاكمكم تنحكمكم أنا اسمحوا لي يا بخسكوا هذا الشيء يعصبني لك شعليش أنا ما كان بغيش نخرج نهضر في هذا الشيء دارت الحرب اللي متدت الحرب مع ترك عرفتوه رق أزياد من عشر سنين معت 15 سنة أنا جيت في الكندا صغيرة أنا جيت في الـ 20 سنة في الكندا أنا جيت كطالبة وكنت كنت نشوف هذه الحرب كنت مقا صغيرة وكنت كنت نشوف هذا الشيء كل شيء الجالية كانوا يشوفوا هذه الحرب اللي كانت مشاة توصلة للمحاكم وكل لدارة الحرب الدبلوماسية المغربية جابت تعجير مخدرات عنده صوابق وحطاته كدبز بيه البلطاجية يجيب لك في تيوه يحطون لك سير ضرب هذا، سير ضرب هذا، سير ضرب هذا وهذاك البلطاجية يقلب على أصحاب الصوابق لديهم الصوابق حيث هؤلاء الذين لديهم الصوابق تحت ما يخدمهم ما يخدمونها مع حكومة أصلا مقارنش يعني الجالية المغربية في كندا هي جالية متقفة عندك واحد واحد ولا جوش في المياه اللي جايين جابتوا مرتبولة مع شكل اللي جابوا ومقارش جابتوا وحطاتوا وبدأ يدخل مهمة أكثرية الجالية المغربية احتراماتي لها متقفة ودات مستوى عندي أصدقاء تبارك الله عندي أصدقاء دكاتيرا والباحثين أنا كنت باحثة في الجامعة الأصدقاء ديالي كلهم من هالطراس أنا ما كنعرفش ما كنعرفت شي واحد مغربي يدووز الحبس حتشته في الجالية المغربية حتشته مع الدبلوماسية المغربية حتشت الدبلوماسية المغربية حتى لنا في أقراصنا حتشت الدبلوماسية المغربية حتشت الدبلوماسية المغربية كاملين أنتم خلية استندماعيات المغربية أيضًا نتظرك بدون الناكل حتشت الدبلوماسية المغربية مغربية حتشت الدبلوماسية المغربية نتظرك دبلوماسية وايضًا كل منكم قمت بإمكانكم الملفات لأنني أردت لأنني أردت لديك الكتاب المحامين هنا كانضين من هذه القباقبة القباقبة هم من سماعين يتكلفون لكم أنا سمعت يتطلب وليا فأنا أخبروا القصر الملكي ما سننفعله القصر الملكي انا كنت فرحانة كثيرا وكان ظن ان المالك في الخطاب الأخير دياله ديال الأسبوع الماضي قال لنبي يجب تغيير العقليات نحن ننتظر الأفعال نحن لم نعد نحن نحن نريد الأفعال انا سيدة اعمال وعندي يعني اخصني رزولتات سيكون هناك رزولتات اخصني رزولتات اخصني رزولتات كيف هي الانجازات لكم على ارض الواقع ماهو مالانجازات اخصني رزولتات اخصني رزولتات الناس نحن نعلم من الكلام اذا فقط نقوم بوضع المغرب لدينا فرصة اخيرة للاطلاح في دل الاستقرار لأنه لما كانت الاطلاح فوالله تنفرق عواليكم صافيك ما بقيناش انا انا قسمتها على قبر تماما والله من سكت لكم انا تعطيوني الملاير والله منسكت والله منسكت انا اخذ داما وعدي فلوسي انا اصرف على ذلك الاشتراك الحمد لله انا قريت في كندا ومن الطلبة الممتاز كنت نجح بانتياز وحتفلهم غريب كنت اناولا في الجامعة في اشحل من الف ما تجيو الشراه ماشي قاعد الناس يتشراو غدار الناس كتموت غرب كورونا كتموت فابور كورونا يمسكت قلبية انا ما بغى نموت غفاب ورانا نموت على قضية هذه قضية ديالي وخمعد فين ماشي معاكم محكمة العدل الدولية ماشي محكمة كندا وهذه السيدة هذه السفيرة كما دائرة خالية ارهابية في كندا تكون دائرة في قاعد الدول اللي دست فيها وهذاك الوزير المنتدب اللي تهوف الخالية الارهابية راه دازم اليابان ودازراه جايب اخباركم قاعد دول من ينزت هذوك الدول كاملين درتوا فيها خلايا ارهابية ودرتوا فيها تهريب الاموال وتبيض الاموال والتجارب المخدرات والله وعلم وهذه كلهم عندهم اتفاقية مع القاندا يعني انا لو وقفتكم على القانون انا غامشي لكم تلدوك الدول وماشي غير انا أنواه لزياد الإطلاق تعديلوا من ان يقلبوا العربية كنلا لم نطبع نظهار فساد والله يرحم الحسن الاموال أخا كان السلبيات وكان سنوات الرصاص ولكن هم عمرنننن الحامير والبيغال في الدبلوماسية المغربية فالالدبلوماسية المغربية تشري في المغرب لم يكن إحادته البقالورية لأنه يكون هناك تحتاج الوزنين لا يزال الحمير والعليم حتى يتعلم الصحيح لا يكبار بلغة البلد لا يكبار بلغة الوزن لا يوجد البقالورية لا يوجد پر كنديا لا يوجده لا يوجد او فارع هذه الشيطة تستيقظوا وتتفرق في الخلوة وهذه الشيطة في الحرب أخبرتها 60 حرب ومشاهدوها البلاد اخرى ومشاهدوها البلاد اخرى ومشاهدوها البلاد اخرى انا احشمت نحطهم لك يمكنك تختاروا شي ديبلوماسي تشوفوا حسن السيرة والسلوك ونحن نريدو تجلبوه لنا العاهرة الفاسدين العاهرة القوادات والله تنصفهم لكم نحن وليدنا اتناج بنائهم لكي ترباوا في احد المناخية وخالنا الناس كان الاباحية وكان كل شي ولكن كل واحد كيف ينبغى نحن وليداتنا نريدوها نريدوها المركز ثقافي مغربي ومشيوا البلاد محترم ومشيوا دار الدعارة ودار الدعارة نسدوها لكم لما كانت تدخل ملكي وفي القانون الكندي انا اهدرت مع المحامين والمختصين لا في القانون الكندي ولا في القانون الدولي والله لم تكن لكم لما قلت اهدرت المحكامة والقانون الكندي لم تكن لديها على وجه المالك الذي شرفني وعرض عليها وقالوا لي في القصر الملاكي المالك ستقابل معك وما يكون غير خاطرك وانا صابرة لان اعزيز علي الحسن الثاني الحسن الثاني اعزيز علي انا محتار من القبر والذي خلال القبر حسن الثاني لم يكن نرى ديبلوماسي بحلقة لم يكن نرى السيبة بني وريب السفيرة السفارة لا أعجبتها السفارة لا أعجبتها لم يكن أعجبتها يجب عليك ومن محكامة المهندس نعمة من أمريكان ومعنا أمريكي ويعمل في الجيش الأمريكي سأجيب لكم أخباركم كلها سأجيب لكم من تماعي وبازل صادقين كنا ندر معه ونحن عائلة لأنه أسرة وخاب المفارقين بقين أسرة وكان غايها بطليكم نيت غير أنا اللي حبستو قال يلا داروا الكهدشين هبطليهم قال لي بلاش أنا رجيش أنا بوحدي جيش أنا مني لهم خليني لهم أنا غدا نخرج فيهم قاعد شي اللي داروا لي سأحب لكم للمرأة لا تنسى لا تنسى المفارن يتجمي أنه جامع 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 ذلك الشي اللي درتو فيها كامل تحميتوا عليا بترسل الدبلوماسيه كامل بالمال ديالكم كلكم تحميتوا على مر واحدة مديتوا مني وانتو ما تدربون كان نزيد الفوق وشكرا للاسي اللي تقوا فيها شكراً لزكريا مدير الخطوط الملكية المغربية شكراً لماذا؟ لأن أخيراً نرى أن تتعامل كتميك وكتسد عينيك نعرف كل شخص يدير وشكراً للمشاهدة الفنانين الحريزة ودقيقية وشكراً للمشاهدة الفنانين الحريزة شكراً للمشاهدة الفنانين شكراً للمشاهدة الفنانين تنسى الناس لا أتساق لهم لم تكن انسى الناس كان يرغباً لكم وخاك يكون موتي ولكن هناك يوقف معك الناس كان الحصار يرغباً لكم الحصار وهكذا يدرون في الشر سأرغباً أضعافاً أنا لا تنسى الناس سأرغبت بإضافة الحصار سافى العين كل العين والصن يكون الأضلم وإن تهددوني انا لا كنت تهدد انا راها عندي الجنسية الكندية ولادي عندهم الجنسية الكندية والامريكية وطالقي راف الجيش الامريكي وابني راف الجيش الكندي صافي فيما بغيتون نوصلها نوصلها بغيتون قد نديروا الحرب العالمية على المغرب نديرها لكم لك عقلتوا السفيرة الباليدة لستفتحها لنا وزير الخريجية الباليد والفاشل اعتذت الوزارة والتي تجيبونه على الحامير والبيغان معمره لا يوجد ملف مغريبي ويجابه الملف اللي يجعى يتصوروا بحالة هنا يصفتهم يبقوا يديروا في الجمعية مغربية ويتصور معاوة يقولوا اننا مع الكنديين وننتايع دير شي شي سميت ويبدأ دير شي اكتفيتر هم اللي يزاوغوا لكي يجيوا حضره انا هذه السفيرة وقلت له انا منعتهم لا تجيش عدي انا مربية ويجيش عدي ويجيش عدي ونحترم كل شي ونحترم اي واحد توجه ولكن لك تكون عندك واحد المنصب سفيرة تكون السيرة والسلوك اولا قبل كل شي ونحترم كل كفاءة هذه سيرة السلوك ونحترم كل كفاءة انا لم أفعل لكم تهريب الأموال انا عشت بالحلال والدي يعيشني بالحلال و انا خدامة بدراعي و بقرايتي في كندا و ربت ولداتي بالحلال و عايشين من ذلك الشي ما خاصني تحاجة اي حاجة تفريع عندي انا لك اندير انشيطرة انديرهم باش نهز بالبلاد باش نهز بالمغرب و نعطيكم مثال مؤخرا لما كان المغارب العالقون بالمغرب مدها فيهم يومي معيته تصل بي و احد الاخ من هنا قال يرى الاخت فوزياء راه هي عالقة في المغرب و خلت لابن ديالها في كندا هزيت التليفون و هدرت انا مع الحزب الليبيرا هزيت مع رئيس الوزراء الكندادي عمركم شت المغرب كيكون اول دولة قطر لي هاتلسة ديال الطيارات فين عمرها كانت في تاريخ المغرب كان قبل حتى من فرنسا و من اي دولة هذه كدرتها فاطمة معروف انا خلف الكواليس انا خلف الكواليس و ناضي السفيرة تقول لك هي والقراع تقول لك و مال يداره اذا كنت تصوره و انا لم تكن تتصور انا لم تكن اجر و انا خلف الكواليس لم تكن اهدره لان تقول لك الصداقة ستكون مستورة بشربة ليست صداقة اي عملت الخير لا اقدرت لي اخرجوا و هما خلف الكواليس و هما خلف الكواليس هما لم تكن تصوره و الدليل ان انا مستورة و كنت اقل من 24 ساعة و كانت اقل من 24 ساعة اخرج رئيس الوزراء الكندي المغرب اريد ان تتصوره و كانت اقل من 24 ساعة و كانت تحرك و كانت تتصوره و كانت تتصوره و كانت تتصوره و كانت تتصوره لك ان شاء الله الامية هربو لي الافكار لان كثير من ثلاث سنية اربع سنية من الاحداث و يمكن ان اخرج مرة اخرى انا لم تكن انسكت اريد ان اخرج غير الملخ الخاص في الواقع ديبلوماسية المغربية شنو دائرة دائرة خلايا ارهابية تنشأ هي اللي تنشأ الاساسو السياسة انا اللي خرجت ليهم من ايديهم حيث انا انا كبرت هنا في كندا انا مكبرتش في المغرب انا جيت عندي 20 عام انا قريت هنا و كبرت هنا انا خرجت ليهم من ايديهم انا تقافتي مغربية اهو ولكن اكتر كنادية لان انا قريت معهم خدمت معهم ستايل كنادية انا مدخلش معهم هادش بدوك يعطوني هالحصار ها مدخلش المغرب هالحدود مسدودة عليك ها داعينك ها من هنا ها من الهي و هادك السنة اللي قالوا هما داعيني انا مشيت ثلاثة المرات انا نغمال مو كنمشي المغرب العطلة الصيفية كنمشي مرة في العام المغرب كنمشي مرتين المغرب هاد العام مشيت ثلاثة المرات اللي قالوا لي الحدود مشيت في ماما مشيت بالدعوة الملكية المالك اللي يحفظه والله يشافيه وعجبني الحال بزاف و انا ما زال انا ما درت احتش اجراء لانا لا درت الاجراء انا ما ديش يكون غير في كندا غيكون دولي في كندا وغندوله ونقدر ندوله لان انا انا كابرة هنا وعارف الخبايي وعندي الاصدقاء ديالي وعندي الكنتاكت ديالي ونعارف الناس انا ما بغيت لندوله لندير لكم شفيتنا او لش يتخرب يا قولنا وظالكم على المغرب انا باش كنطالب كنطالب للملك البلاد هاد الناس يتحاكموا يتحاكموا انا ما غاداش هاد الناس يتحاكموا سفرات المغرب توريا الاعتماني العاهرة القوادة عرت اشباه الرجال واحقر ما انشبت النساء هادك الوزير المنتذاب الحسين الرحموني او جعفر الدباغ وزير المدير دار المغرب دار الدعارة المغرب كنطالب كنطالب اصحاب الدعارة المغرب كنطالب 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 اضع الناس اعطاء الله الرجال الاعمال كنطالب في ديبلوماسيين من يتحاكموا الناس بحادثين مجلسة بحاجة الناس لا تعرفوا كيف تلتحاكم كيف تهدر قبل ان يتحاكم الحفل لا تعرف البروتوكول الديبلوماسي كان البروتوكول ملكي كان البروتوكولات التي تحتاموا والإنسان الذي يكون في المدين يكون عارف نحن نحتاج مع الناس الكبار وقد درسنا وقد دخلنا المكونين سياسيا لم اكن لديك علاقة بالسياسة المغربية كنت هنا في كندا كنت هنا في حزاب الكندية لم يكن أدخلها من المغرب و تنهبط عليهم و يستطيعون أن يحاربوا معي و يمكنني أن يكون هنا يمكنك أميها تظهر الاموال والسارقة و تدخل معهم في ذلك شيء و يتحاربوا معك لا يجب أن يتركوا في السوق انا رأيكم لنبقى هنا انا رأيكم وما سوف تسايفتكم اجمعوا بلسكم و تبشي انا رأيك أحلفت عليها على القبر و تسمع فيها ملك البلاد سوف تكون مع محاربة الفساد يعلم الله فين سوف تصل سوف تزع لنا هذا الحمير والبيغال والمغرب كسفت لنا وزير الخارجية وزير الخارجية فيك انت لا يعرف ان هذه السيدة لا تقريه لا يعرف ان لا يوجد تربة كالوريا ايه ورا انت اللي مصفتها انا لا يمكن ان تقول انت لان واحد من الجالية يعطي ايه واحد انسان معروف الجالية لان انا كل شيء نشجل عليكم كل شيء نشجل قال لي راه الوزير فاتما معروف لها بس الوزير بغير حقه قال لي مانو بغير حقه انا كنفرق على الفطره دي الرمدان بحقه ما لو انا وارت معايا بحقه مانايا لان عندي مستحقات كنسل المغريب كنسل المغريب اعطوني مستحقاتي وان بلس سوف تقوم بعمل لجنان انا لا تريد انا لا تريد الحوايج الذي يوقفوني تلك الوقت لان المالك كبير وقال لي القصر الملكي وعدوني بان المشكل سوف يتحل وان ما يكون غير خاطره هذا ما يقالوا لي والنقطة الثانية كان الناس بزافة انا اوخاك نشوفوا ما يديروا ولكن ما ادروا اليواله لنساء ورجال انا عارفة كل واحدة يدير عارفة اللي يدير وهمه وعارفة اللي يمشونه وعارفة كلكم بسمياتكم كيف تديروا وعارفة كل شيء اوكي هذا كل الناس انا ما داروا لي والو ودبروا الراسل انا ما بغاش نفرتك الشمال العباد الله ولكن هادو كل نادو داروا لي الحرب وداروا لي هادش والله لابقت فيكم والله لابقت فيكم وانا كنا ادر هكا الشعب المغربي ما بايش نبدأ ان ادر بلوغة يعني دين الناس القاريين والمتقافين كان ادر معكم بلوغة مغربية وحتى الشعب المغربي يعرف الدعم لما يتعطى الدعم كي يتعطى سوف ترى كل فنانين في المغرب لماذا يعطاهم الدعم ومعطاهم الاخرين الدعم تتعطى يعني هاد الديبلوماسية المغربية اللي هنا في كندا تقبل تهرب الاموال وتعطي الرشوة لانا ماشي غير الديبلوماسية الوزير اللي في المغرب تيبغي حقه تيقول لك بغى حقه انا عايت لي السيد اللي سافتولي لما يتعطى كيف يتعطى السيد اللي سافتولي وما يتعطى السيد اللي تتعطى في المسجر وما قد تتعطى السيد اللي سافتولي لماذا نعطيكم نسبة؟ أنا كنخضم مع الكنديين لا نعطي نسبة لا نعطي نسبة لذلك يستحق شيئ ما يأخذها اسميتها رشوة واسميتها تهريب الأموال واسميتها فساد وهذا الشيء الذي يخرج على المغرب الأموال والمغرب سوف تسوه رمشين ملايين ربما الملايين لأنه ناركيني الناس اللي يأخذوا الملايين ملايين؟ أنا قالوا لي نحلونك الربينين لنعطيك الملايين غير وافق إلينا أنا ما نوكلش أولادي الحرام لأن الإنسان لا تضمن حياته الحمد لله لأنه يأخذ معه واسميته ولكن لا ننسى حقي ولا نسكت عليه ونأخذه أنا أعرف أن المالك لا يجعل هذا المالك سوف يأخذ هذا أنا أعرفه ولكن خرجت لأن الجالي يتعرف ما هو واقع الملف عند المالك في القصر المالكي وكان ننتظره لأن المالك خرج وقال بأنه سوف يكون محارب الفساد وقال أنه يريد تغيير العقليات نحن ننتظره لأن هذه الناس اللي عندنا في كندا لا السفيرة ولا القنصل اللي يدير لنا للتجار بالأموات أنا لا ننتظر من فارا أنا سوف تلوهم عباد الله اللي غيش يهدو عليهم أنا عندي ماشي غر الوثائق والتسجيلات والإيميلات لتعديت الناس اللي سوف تنبش بشاوليكم كونان كيبشي لي مشا القنصلية بغاشي ورقة مهمة ومعطوهاش ليه تقول لي هادوك القناة سيلا ليفش كونسول اللي تحتمال القنصل اللي يكون ليفش كونسول تيصف طوه عند كونان تقول لي سيصير عنده رغي قديل يكي يعطيك الورقة وغتعطيه القد والقد وهم ديرين مع كونان يأخذوا واحد نسبة نرسفتلكم عباد الله أنا شد عليكم كل شي رغير المغرب غادي يتحرك القصر الملكي أنا هادوك ماما ذاك وزير الخارجية هادوك إنسان فاشل 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 وربما تهوره هذا الشيء يبشي لي فاسد أنا معرفش هادوك سيدلي قالي الوزير بغي أحقه واش فعلا انتم صيفت لي واحد باش انا نعطيك حقك لماذا نعطيك حقك حقك ذياله حقك ذياله خلالك بباك في الورث ها المغرب كي كومونسا ماخش ها كيفاش المالايير المالايير كتمشي هباء منطورة كتمشي وكترجع ليهم كتدير لوتوغ وكترجع نحن ما بقيناش بغين هذا الشيء وما غنسكتوش على هذا الشيء وتشيرها راه جريمة ضد الإنسانية وجريمة في القانون الدولي وانا مشيت تقصت على هذا الشيء بغيت نكبروه نكبروه لكن انا حشمت على وجه المالك وعلى وجه الحاسن الثاني عزيز عليها هذا السيد وخد قولوا فيه عبقري زمنه أسطورة التاريخ وانا عزيز عليها وكان احترم المالك محمد السادس انا كنت احترمه وما بغيتش نمشي انا عطيته الدوسي وكنضن ان زمن ماشي كنضن المالك ما غادش يخلي هات الشيء لانا احنا ما بقناش بغين هات الشيء هات الشيء إلا ما تحلش غنحلوه بدينا دار المغريب ودار المغريب عبتوش كون دابا اللي دارو المديرة المديرة ديال دار المغريب ودار المغريب اللي حطوا بنا بجميع قوة وأنه يجبوا الحمار وكيف تحضروا لكم السيدة فلان مديرة السيدة فلان وزيرة السيدة فلان سفيرة وليس سيدة فلان وزيرة وراء رب اصطلم قرقب اصطلم قرقب كثم الي كتاهدر معهم حيث مع الوزير حيث مع الوزير قد تصل على الحقابي لا تقفى لا تقفى لا تقفى لا تقفى لا تقفى لا تقفى تحت الصفر كيف كانت قلب التساعد لكن كانوا الناس متقفين بمعنى الكلمة تستفتون الحمير والبغال سوف نقوم بتجري الخيل ما سوف نشوفه عندك انت مصفت لي احمر و بغلانانا كي تبورد عليا احمر و بغلانانا نصيفتهم هنا نصيفتهم المغرب يمشوا عن طريق المغرب و يمشوا عن طريق كندا و القانون الدولي و كل شيء رو الله لقلستو هنا و عزة الله انا رقص امتهاء علىها قبرت ماما و المالك رأى فراسه و هذا الشيء لم يكن عرض عليها حتى فراسه و انا عمر لم اطلبت عرض عليها في عيد العرشنة قامت باليش مالك فراسه و انا كنوجه لك النداء من هنا لغت حارب الفاسد اول ملف هو ملف الديبلوماسية المغربية الفاشلة و الفاسدة عمر انا لم يكن لدي شيء مغرب رأى الصحارة المغربية كيف يبدأ تفتف الوزير الفاشل وزير الخارجية الفاشل بوروية طاولة بوروية طاولة شو اسمين سوف يخرج لي من فمي هذا رأى الصنطوري كيف يحضر لا يوجد لك غزم اولا ادي كذا انا ادي كذا اكثر لنصر ان تختاروا الديبلوماسية تختاروا الجامعة تختاروا اللغات تختاروا الكمنوكاسيون اعطى الله احدا انا ادخلوا الناس الاوضاف ادخلوا الناس تختاروا خارطة المغرب بدون الصحراء اضحك بيها لم يكن تقلبي على فرنسا أو كندا أو كندا أو أمريكا لم يكن تقلبي على الدول العربية المتخلفة أكثر من المغرب لم يكن تقلبي على أمارات المتخلفة لأنه يتحرك على الصحراء فيما يخرج يتحرك فيما يخرج يتحرك وزير الخارجية المغرب أنا لم أفهمكم ما هو وجه المغرب أخبروا شبوكوز وضعوا أعمال وضعوا لنا أخبروا شبوكوز مولف بالبسنس وضعوا تما احتلم شيء الديبلوماسية رخص لأحد يكون قافز قافزوا اللغات ويهدروا زوين أو لزوينة يجبون لنا أحد تجعلوا أن يساكتوا أحد يا ربي تسمعني و أمغالوا حمير و لازين اللي يأتي بكري تجعلون و يجعلون أننا نضعوا مفكوز يجعلون تقافز أبدا و أبدا لا تاريخ ربانا خلقتانا صمون بكمون لا يقشعون هذا كان هو مهيم المهم انا حطيت الشكاية والله ما نساكم سافرة المغربرة ما زالك تشفر كتبني رنشدوك انا رشدت سجيلات ديالكوناعنا اعتارف على نفسه اخذ البون روعت دوس سوابق يلا المخديرات ومعتارف على رأسه كياخد شرر شوه واذا أخذنا بحطة الناس هنا انا ما اصحاب لكم ماذا وجاسوس ماذا اخذنا اخذنا مخدمر اخذنا عاطل على العمل يشد المعاونة من المغرب يهرب لهم ما قال لكم السفرة السفرة تقدر معي سانوية كونان تعطيها هي الوزير المنتبذة اخذنا تعطيها الشيك وتقول لهم يعطيهم كاش كارونت بوخصان يطلب اللي بغا تعطيه الشيك هو تعطيهم كاش احنا نتبعوك ومنين نعايش والفلوس منين تجيك وزيد وزيد اللي تخرج تخرب لنا الفستيفال ليس غير انا انا را كنشوفك كنشنو كتدير الاخوان الاخرين وكنش نجلعلك كل شي وبزاف بغين يشاهدو فيك اعرت اشباه الرجال قرع وكان كيتاجر في المخديرات وقدير تهريب الاموال وصرقة اموال الجريه وكيف نرى مع السان المغربية والقرفطين وغالسين وكيف اخبرتهم ومنين يتلقون لهم الاموال ومنين يشاهدو الفلوسك ولين ان ترسوا باسميه الجريه المغربية كندا ووالداتنا عندما قرروا العربية فابور فهما قالوا الفلس اسمعون الجريه المغربية التي ترسوا بالتشرب الانتاعي في در دار الConn لين انترسوا الحفلة الحفلة والحنة والوليداتكم يمكنكم أن يأتيوا غريبة وجود حليوات لكي يصوروكم ويأخذوا الملايين على ظهركم ويبقوا يدعوا الوليداتكم لدر الضعارة وهذه الضعارة أرى فيها الضعارة لا نقصد شيئا أخرى الضعارة سأنصدال لكم لدي ولداتي لا أريد أن أرى شيئا غريبية لا أخلاقية سأنصدال لكم بالقانون القنادي أنا أرى غير على وجه المالك والله العادم على وجه المالك ولا أريد أن نضرب الكثير من المغاربة هنا والذي تريفين وما دروا اليوم لا أريد أن نخربها لكم وتعودوا على تلا نقصد لكم كما دروا لكم في أوروبا نقصد لكم هذه الأبناء لأنها هي خلية إرهابية هم الدبلوماسية كتابت هي والجمعيات كاملين التي كشفروا معها وكما دروا مغاربة وكما دروا المغاربة يأتي بأمول وذي تبطوا ولكن تبطوا أبناء كلهم يأتي بأمول وكما دروا إلى المغاربة وكما دروا وما هذا ؟ وما هذه الدولة ؟ وما هذه الدولة ؟ أنا تصدمت في المغرب لأنها تصفي بلسك في 20 سنة أنا أكثر من 20 سنة و أنا في كندا 22 أو 21 سنة وأنا في كندا وعاد كنت في أمريكا ما هذا ؟ ما هذا الوقت ؟ لقد كانت في المغرب لقد كانت في المغرب وقد كانت تجعل الناس يدخلوا في هذا الشيء لأنه لم يكن لديهم مورد رزق آخر انصم مؤمنة لكننا لا تستطيع التجارة لم يكن ليس يعمل وتقرأ كل الأن يريد أن نجعل بيزنس ويريد أن تقرأ ويريد أن تجعل تجوز تربي ويريد أن تجعل تجوز تجروز ويريد أن تجعله في هذا البلاد لماذا يفعل تتعاون؟ لماذا كنت تعاون مع هذة الازماء أو عن القنصل لا تُ BURE ! ONU يمكن الإتجار بالأموت مع السفيرات التي وجدتها في الأول مع السفيرات أو القنصلية ونرى أن يقولون أنه تكون الأهدلة gently with the knowledge ونحن نتعطي التوصيلات وكما يشترك الوزير الأول للتكنداد والوزير الأول لكيبك ومثلت تطبقه حرفياً ومن يتحدث عن المغرب ومن يخرج عن المغرب يتحدث عن الفاساد فهذا منه لم يكن في المغرب ايه ستكون محاربة الفاساد فهذا قد يكون الدبلوماسيا من النهاية ستكون شافي على المغرب تكون هناك لا ستسكتوش وكالين من خلالها لا ستسكتوش وعبر العالم لا ستسكتوش ولكن انا عندي اتقال كامل في المالك انه سوف يخرج لان نشط الخطاب الاخير دياله بغينا ذاك الهضرات واللي افعال لان لما ولتش افعال راحنا مقدرون نشط الاسقاط الحكومة ما ماشي احنا ما بقيناش بغين الفاسد ما بقيناش هذا الشي ما بقيناش الحمير والبيغال ما بغيناهمش وش عباد الله هادك بوجه المغرب اتجيب قوادات تفقوا تجيبونا القوادات والقاحبات تحطوهم لنا هنا يوم انا راح ندخل لكم في التفاصيل اتجيبونا عرّة اشباه الرجال لا قرأة لازيل لم يجيب كري انا تنهدرها قدش باش الشعب المغربين با يتبارطة جوادش مع الاخوان دي انا حتى في المغرب باش يعارفوا الدعم لما انت تتعطى لا تقول فنانين وذك شي را ما تتعطى شوابور الدعم تتعطى تقولك اعطيني حقايا الوزير اعطيني حقايا والسافير اعطيني حقايا والمدير اعطيني حقايا والموزير المنتدى اعطيني حقا كل واحد يقولك اعطيني حقايا وانا هدي شهادة انا اتشي عشتو عشتو مع مدرولي الحرب العالمية ومدرولي صورتو مني وانا صورتو مني وانا صورتو مني وانا انا اتنكبر ومحملكم ما تتصوروا مني اتشي حاجة وانا ننوض لكم الحرب العالمية على المغرب ولكن بلادي وكنبغيها وغيرها ونغيرها لان احنا عارف القانون الدولي وعندي الاصدقاء الكناضيين المختصين في القانون الدولي وعارفة بزاف الحواج نديرهم ولكن تقولوا كنحتارموا الخبر وما خلا باقي كان امنوا بان المغرب تقدر تكون في الاصلاح مع الاستقرار باقي امل صغير وامل اخير ان المغرب يقدر يصلح لابغي يصلح هذا الفاساد انه لما تصلحش هذا الفاساد انا ما نحتاجوش حنا تطوره في الشوارع لدينا وزائل اخرى عدة وزائل وابغيتش نقولها لانا ما بغاش ندير الفتنة ولكن لا وصلتونا لهذا الشرع نديروه لكم انا ما خلوه ما خرجوا قال لك انفصالي قال لك ضد المالك ما خلوه ما قالوا انا الاسرة ديالي ملكية الوليد ديالي كان في القصر الملكي باريس انا تكبرت مع المالك الحسن ثاني ملكت صغيرة وانا في ذاك الجو وحنا ساكنين في الربعة طراءه ولد حومتنا وكنا كانت لقاو بيه من كنا صغار وكبرنا على العبقرية دياله لا ما يجيش واحد يقول لي ما نعرفه من جاي عد حطوه مع تلكاردية لاش يبدأ يقول لك انفصالية ولا يقول لك ما نعرفه شنه هذي انا مش انفصالية انا ملكية ولكن ضد الفساد وضد الرشب وضد السرقة لا اقبلوه على نفسي ولا ما قبلش هذي انا ما نقبلوش ومستحقاتي غن نخدها نخدها لكم بالشراء قانونية نغير نصد لكم دار المغرب ندلكم السيزي لكن نقبلوش نقوم بتغيير نصد لك سنقبلوش لا يريد انطبوش وبعدها في المغرب لا يريد انطبوش ليس لانطبوش وكذا لا تنفعلوش ونخرج لكم من نهار تبنات دار المغرب فين نمشوا الفلوس وفين نجاوه ولمن نمشوا ونشوف لكم هذو كل أبناء وذو كل الفلوس فين كيبشيوه وعلى جدرت الفاطمة معروف هذه الحرب كلها الحرب في كل شي بشيو تالي هذا كل المخيم اللي عدي لكون جوه سوف تقول يا نراكين اللي أبأت يجيب تقول لهم ما عنديش البلاصة حيث كان عارفهم من الشوفة كان عارفهم تقول لهم ما عنديش بلاصة كيف تقول لك واحد بشيو يدير لك المشاكل بعضهم بعضهم لان انا مريضة مروحة ولكن ما قدرت انصبر انا خرجت بشيو نهضر ما قدرت انصبر اليوم ما عارش نوقع علي قلت اليوم غنخرج نهضر قبل نخرج قبائلات ميكون تخدامة وجيت عيانة موهي موقعت تنسين شمية نخرج عندكم ان شاء الله موهي ممكن ندرت الوتوغ نعود ثاني نقول لكم هذا الديبلوماسي المغربي يشكدل هنا رمكين غير فاساد والصريقة تهريب الاموال باك صاحبي والاتجار بالاموات والاتجار بالاموال وصريقة اموال الجالية واموال الشعب المغربي ستجلب عن مصالحة ستجرب القوات القحبة وستجرب القونصل الذي يتاجر بالاموات يتجرب الاموال وستجرب المغربي و أحد كندا يتعود ورقة خصوية عد كونان يعطيه 50 دولار أو 200 دولار يعطيه 40 دولار حيث السفارة القنصلية تسيرين ورقة ما تحب بشي عدوك تقولون لك لا ما كينشه ما يعطيه وتسافتوك عد كونان أنا لديه الكثير من الناس لقد سيشاهدوا في هذا شيء و أصفت لكم السفارة و أصفت لكم القنصلية أنا أتجمع لكم في التواسل ترسل المعنى السفير القوى إنها لا تصدر بالباكالوري لا تصدر بلد لغة البلد لكن تتضيب برلمان مغريبي أمك تضعوه في البرلمان مغربي و أمك وأيضا أولا في كندا بلد متقافي تضعوه في بلد متقدي جدا متطور لم أعرف كيف سنبا هو هو المجتمع لتعرف الأموال بسرعة لا تستطيع العرفة لا تستطيع العرفة لتدخل إلى الإسائيل إلى جديد الكثير من اعرفه سواء لتستطيع العرفة فرنسي ما تفعل فرنسي دماث م fuels نحن اليه مولاي قميار قميارا كندا تكسر الأنغلي دماثان لا تفعلها لا تقرار ينطلب ثقافية لا تتعرفها كتاريخ المغرب لا تتعرف الدافع للمغرب لا تماما لا تتقديم من الاعتبار ما تتخبطه وطلبه ماذا يسحب لكم؟ نحن أهم مشغولين في مغاربة كندا متقفل الأغلبية عندهم مناصب في الحكومة أو مناصب في البحث العلمي وما إلى ذلك، كما تقولون الجالير هم مشغولين لا يدوش فينا ولكن لكم شي واحد يدخل تديروا له الحرب لكي يبقى مشغول في الحرب وأنتم تشفروا و تديروا ذلك تفضلنا سفيرة مقارياش أمية هذه كرة أمية وهو تحدثتنا بـ قاندا لذلك، هناك مسرعة من قاندا لا تحدثتنا بصندتنا مقارياش ومعنو الوضع بصندتنا حتى نحصل على شأنهم تديروا الحرب حتى أسميته رأيك أسمتك أمي عسير لماذا أعرفوا أن أمي عسير؟ كانت الحرب دامت 40 سنة بين القبائل العربية بسبب ناقر دارت الحرب في الجالية جاءت قنصولة ومشات سفطوها الأوروبا نوضت فيها الحرب وبنات وعود ثاني سفطوها لنا سفيرة هنا تنوض عود ثاني الحرب وتبني ما هي؟ جاءت بنات دار المغريب وعودت ريباتها وعودت بناتها وشفرات الفلوس ريبات ماذا حالة من سفيرة دازت وسفير ما عمرش واحد مريب هي غرجات أول حاجة العام الأول وقعنا سخنات بلاستها ريبات الصفارة وكتبني فيها وجبت المهندس من أمريكان هذه مقاعدة جايبينها الوزير الخارجية المغربي الفاشل الفاسد مصافة طلينا وحدة أمية هذه هي وجهك هذه ليست وجه المغريب هذه ليست وجه مالك المغريب هذه وجهك السافر قادة كده مصافة طليا بغي حقك عن فرق معك الورد اللي خلى لي الوالد أب نادم مهم هذه الشيرة لا أستطيع أنسكتوا عليه والله لبقيتوا هنا وعزت لا أنا رقسمت بالله والله لبقيتوا هنا يجمعكم سفيرة المغريب توريا سوريا العتماني القحبة القنصر الذي يجعلنا التجارة بالأموات وما إلى ذلك لدي لدي لديكم الضواصة وما إلى ذلك نخرجهم من الكندا نخرجهم من الكندا ومن الكندا نضيفهم القانون الدولي ونضيفهم من محكمة العدل الدولية وما إلى المغريب أو لا كيف يجعلنا غال فساد والإرهاب يجيوا ترحبون تهددوني أنا بالقتل وما إلى ذلك ما عندكم شيء عقل أو لا لم أجدوا من تهددوا فطيما معرف كل شيء يعرف والله ننوض لكم الحرب العالمية الذي تهددني أنا جيتوا في ذلك الوقت وما إلى المغريب لم أكن مريضة كنت في حالة وما إلى المغريب لم أكن مريضة لأن ماما كانت في الكومة ومعرفتوا كيف تهددوني لا أجدوا أجدوا لديكم شيء عجل يخرج الحمير والبيغال عرّة أشباه الرجال والله لم أكن أتجدكم وما إلى المدير الذي قلت ترى في الخرجة الأول أنا أعافة من فاطمة معرفك تخرج تفعله ومعرفك تطيح الريوس مرة الأولى ونضع فلوسي في مدراسة ونضعها لكم في المحاكم لا يوجد مشكلة ولكن لا نريد أن نصل المغرب إلى هذه الدرجة وكينين يتربصون به لا نريد أن نصل لها لذا يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء 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 هم الخوانة للمغرب هؤلاء هم الذين يمر من المغرب رأسه في الفطين ووزير الخارجية المغربي الفاشي البرويتا و البوريتا برويتا نيت اسم على مسمى وافق شنن طبقه وزير وافق شنن طبقه ستختار إنسان ولا إنسان تشبهك تشبهك فاسدة أخلاقيا سياسيا تقافيا لا تقافة لا سياسة لوالو عفون أنا رأي مريدة ولكن خرجت لعندكم لأن ما قدرت نبقى ساكت على هاتشي خرجت لباش نقول للقصر الملاكي رأي أنا منسيتش هاتشي وكنت سننة ما زالة كانت سننة رضي القصر الملاكي على هاد الميلف لأن المالك عنده الميلف وعرض عليها وفراسه هادشي كامل أنا مراعية كينا كورونا ومراعية أن المالكان في أزمة صحية أما الآن ما بقيناش غانسكتوش ما غانسكتوش السفيرة تبشي في حالاتها وتحاسب وتحاكم وعرة أشبه الرجال الذي يهدد بالقتل ويمنع الحدود المغربية كذبا هو يتحاسب وتحاكم لا أستطيع أن نقوم بفعل لكم شيئا هنا لأننا لم أكن لديكم شيئا هنا سأرد عليكم أنترناصيوني وعزة الله وسأرد عليكم منظمة الدولة وسأرد عليكم الدولة من نداز الحقير الفاسد الرحموني ومن نداز أحبادهم من نداز السفيرة ومن نداز وادو كاملين وسأرد عليكم قضية دولية ورد عليكم ان تصل لا نظر لي كيفي نتحرك أريد أن أعيز الحزن والأخير لا يتعلمون لكم ونحن نأخذ لكم شهر أو شهرين ونقابلكم ونخرج لكم كل نهار ولكن كان يظن المالك سيتحرك لك لا أحسن المالك لكي تكون مستقبل المغرب وانا تكون حاربة الفاسادة كانت تتتوارا بكل الأشكال وليس حاربة في الشارع نحن لا نريد فساد ونريد أن البلادنا تزيد القدام ونريد أن المتقافين والكفاءات المغربية تسليل في المناصب وليس الحمير والبيغال والشفارين والفاسدين والعاهرين والتي أدفع لنا العاهرات والقحبات هذه السكرتيرا الخدامة السفيرة راجبت معها من المغرب مديرة دار الدعارة دار المغرب وش المركز التقافي المغربي الجالية المغربية كاملة تقول لي دار الدعارة را كل شيء يعرفش كي يكون تما وحنا لا خليتوا هذه السكاك نصدوها لكم لان انا طلبت بتكون لجنة لجنة للتتبع لديلك اي حاجة لجنة من الجالية واحدة في كنادا انكم في كنادا اتعرضوا في كنادا في المغرب يتمدوروا بكنادا ستعرضوا كل شيء ستعرضين لكم كل شيء ستعرضي لكم الابناء ودار المغرب ستعرضي لكم كنادا لا يريدون أن تحرير بلدنا هذا سهل يكتب سهل. ليس صعب. في بلاد القانون. السفيرة تشي بحالاتها. انا مني خرجت المرة في رمشا حدوء مدير تظل مغرب أخرى. جاءتني الخبار رابعي هناك. كيف يدوركي تسركل. رابعي على الأخبار عدي. تقولوا ان هذا ما نعرف فين صفته. نحن لا نريد هذه الصفراء والسفيرات العاهرات. تحضرهم من كندا والأوروبا. تحضرنا هذا الشيء من السطرونج والشيك. تحضروا واحد منهم بلاسة وتحضره في بلاسة وتشفر فيها. لا. هذا كل شيء يدخلوه القارج. نريد الوجوه الجديدة من الناس المتقفة والكفاءات. مغرب. يزخر بالكفاءات. يجبون لنا الكفاءات. لا يجبون لنا الحمير والبغال. يجبون لنا الخيل التي تبرد معنا. نحن نعاونهم ونوريهم وكل شيء. ولكن يجبون لنا الخيل والمتقافين. لا يجبون لنا الحمير والبغال. ولم يجبون لنا الحمير والبغال سوف نصفطوهم لكم. ونضروا لكم الشوهة العالمية. وهذه الناس يرى حالاتهم ويتحاسبون. لأن ملكة توصل أنه يقول لك منوعة الدخول من الحدود. هذه هي جريمة. أني لا أسمع ماما وما أردت أن أرى أن أرى اسمها. لا أقدر أن أظن باباتي أن أرى ما كان. لا أرى ما كان هناك قضية وهو وراء ما كان هناك. هذه هي لا ننسى حالة لكم. انا عمرني ما خرجت نعوده كين حويج اخرين يمكن ما عودتهم لانها شوية مرعدة شوية يمكن درت اللوتوغ ديال كل شي المديرة ديال دار المغريب راه هي المتعلمة ديال السفيرة اللي جبت معها من المغريب ورا كانت خدامة في السفارة هي السكرتيرا ديال الخاصة ديالها لانها هي تربية السفيرة مهربة الاموال والشفارة والعاهرة والقحبة وكل شي هذه هي تربية ترابية ديال دار المغريب وكبش فداء نحن لا نريد ان تكون لدينا اكبش الفداء وكبش فداء ونحن نريد ان تحيدوا واحد ونحن نريد ان تبدل المنظومة استراتيجية تبدل لان سنعود لدينا واحد فاسد ونحن لدينا واحد فاسد كثير من هادير اكثر من جعفر الدباق كبش فداء الدواء لانه ليس غير هو لا يوجد الوزير يجب ان تحديد على ما يقول له الوزير الوزير يجب ان يحقق خارجية وما إلى ذلك وهذه ايضا تربية دياله هذه السفيرة مقاريش ونحن كنا لدينا بشكل موضوع ونحن نريد ان تصابر دياله ومع رباية دياله ونحن نريد ان تحديد التحديد من الاموال لتنظر المغرب لتنظر المغرب ونحن نتوارد ابناتها ويجب ان تكون مني السفارة وما كنت تتبع مع كل شي انا قلت لكم القصة دياله يا قلت لها تعطيني القضى قلت لها قلت لها تهدرات معها قلت ليت هنا مع وزير فوقت لي من ارداني القد و القد كل人 تقول ارداني القد انه لا تنفعني لا ارديني عشت 20 سنة اكثر من 21 سنة و المغرب وو انا معروفة منعروف لم ارديني لأرديني لأرديني ولم سأعطيك الرشوة سوف نأخذ الفساد من الكندا وعندما نقوم بحاجة من الكندا عند الكندايين سوف تغير سوف تغير وعندما نقوم بحاجة من الكندا سوف نقوم بحاجة مهم ننتظر من ملك المغرب التحرك لأن الملف عند ملك المغرب وملك المغرب قال لنا في الخطاب أننا لا نضع على رؤوسنا الفاسدين هذه الموضعنا ليس نحن منتخبناهم ليس نحن جائلية ليس لدينا الحق في الانتخاب ليس لدينا الحق في المغرب ليس لدينا فقراسنا ليس لديكم سفيرة لا تقرأ ليس لغة البلد الاكساس لذلك ... ... اشتركوا في القناة